طيب إحنا شايفين على السكرين دلوقتي يمكن أطفال صغيرين بيشاركوا في العرض فأنتوا على أساس إيه اخترتوا الأطفال دول يعني بتضربوهم إزاي اخترتوهم إزاي هل فيه زي اوديشنز تتعامل حكي لنا أكتر إحنا يعني ابن أديبة قررنا إن إحنا هناخد نموذج من المحيط من عضاء التنسيقية إن هم يبقى نموذج تدريب أنا لما شفتهم عشان أشتغل بيهم العرض المصراحي جوم كلهم قاعدوا معي وأنا قررت إن أشتغل بيهم كلهم يعني أنا ما تخلتش عن حد فيهم خالص لأن أنا كنت شايف كل حد فيهم هعرف أطلع منه إيه وأنا بقى يعني رؤيتي كمخر وقعدنا نشتغل على تدريب الصوت في البداية لأنه هم صغيرين وأطفال فمحتاجين يعرفوا يعني إيه تونالات إيه يعني إيه الصوت هيتلعوا منين من بطنهم من منطقة عملية قاعدنا نشتغل معهم على ده كتير جدا قاعدنا نشتغل معهم على الارتجال على الخيال على التركيز لأن ده مهم جدا وطول وقت في ميزة في الأطفال هم خيالهم أحسن مننا بكتير جدا جدا يعني أنا في حاجات وانا قاعد بضربهم اتعلمتها منهم واستعنت كمان بمتخصصين يعني أنا خارج أكاديمية الفنون فجبت زميلي هم محترفين في السوق يعني مصطفى حجاجه ومصمم استعراضات محترف مصطفى التهامي مصمم ديكورو سونغرافيا إبراهيم سعيد عمل لهم قدد موسيقى يا حنان عادل ضربتهم صوت ويرانا رجب خارجية أجانبية الفنون وهي عضو تنسيقية فقعدنا نضربهم فترة كبيرة جدا أنا الهدف إن أنا أطلع شخصية سوية لأنه هو ده اللي بيعمله الفن طيب ليه ما اعتمدتش على العناصر التنسيقية ليه أخدت أطفال عشان اهتمامنا بالنشأة حلو لأن إحنا طول وقت وده التوجه بتاعنا إن لازم تعمل بنية تحتها ثقافية لأن إنت لو عملت بنية تحتها ثقافية إنت هتخلق جيل تاني جيل تاني قادر على إنه يبقى عنده وعي حقيقي عارف حقوقه واجباته عارف ممارساته حتى للحياة السياسية هتبقى عاملة إزاي عارف طريقة الديمقراطية الصحيحة كل ده مش هيجي غير ما أنت تبنيه صح فده الهدف بتاعنا طيب أنت عملت عرض مصرحي واحد على خشبت ده أول عرض مصرحي حي فعايزة عارف أنت كمخرج العرض حسيت بإيه وأنت يعني بعد انتهاء العرض كده وأنه الولاد حسيتهم فهموا يمكن الفكرة وقدروا أن هم مش بس يفهموها لكن كمان يمثلوها ويعرضوها للجمهور اللي بيبقى شايفهم يمكن كنا بنتكلم قبل الهوى على طول فكرة المصرح ليه مهم جداً أنه هو بتلاقي الرياكشن أو ردود الفعل في لحظتها لحظية فعلاً فحسيت بإيه لابن شفت ده أنا كنت مبهور بالولاد جداً لأن احنا في اليوم ده عرضنا حفلتين مش حفلة واحدة كان عندنا أول حفلة كان حضرها مجموعة كبيرة جداً من الوزراء ومن الفنانين ومن السادة المحافظين وإعلاميين وأعضاء مجلس نواب وأعضاء مجلس شيوخ بجانب طبعاً لأولياء الأمور فالولاد بالنسبة لهم يعني لو أنا شخص كبير وطلع على المصرح والحضور ده موجود أنا هيبقى عندي رهبة ما لقيتوش عند الولاد خالص ما حسبش ده عند الولاد خالص يمكن عشان خيالهم أوسع مننا يعني هو الطفل لو اتعرض لموقف هو حارف يرتجل حارف يعمل إحنا اللي ممكننا تلعسم هو يصبح بفترته فترته بالظهر ها هو بفترته وهو يعني بالذات أطفال المبادرة عندنا حاسين بالمسئولية كاملة حاسين أن هم بيعملوا حاجة مهمة حاسين أن هم بيستمتعوا وفي نفس الوقت بيقدموا حاجة لبلدهم كويسة وعندهم الوعي ده يعني بعد ما خلصنا في التحية كلهم وأنا بسلم عليهم وأقول أساميهم فأنا حبيت أقول اسم واحد واحد يحاية فكل ما يجي عندنا يقول لي أنا كنت كويس صح؟ شوفت أنا ركزت أنا ما تلغبطتش لح يا باي هم بقوا مبسوطين بنفسهم خرجوا يسجلوا مع برامج كتير جدا ممتعة الثقة بالنفس ما شاء الله يعني أنا كنت وعيد فخوري خلقت إنسان تاني خاص هم كمان كانوا قد الثقة دي يعني هم فجأة أنا لقيت شخصية بتتحول وده كان رأي أولياء أمر إن بعد فترة هم قالوا لي عزوز إحنا أولادنا اتغيروا تماما يعني شخصياتهم في البيت بقت مختلفة طريقة كلامهم بقت مختلفة اهتماماتهم بقت مختلفة